بسم الله الرحمن الرحيم لغاية الاهمية لكن ما كانش متوفر عندنا pdf والحمد الله اصبح موجود لدينا pdf كتاب هام جدا جدا للقمص متى المسكين وطبعا القمص متى المسكين من اشهر واهم رهبان دير الانبا مقار التابعة للكنيسة القبطية الارتودوكسية الكتاب اسمه القديس اثناسيوس الرسولي فهنا الكتاب من اصدارات دير القديس انبا مقار حقبة مضيئة في تاريخ مصر بمناسبة مرور 16 قرنا على نياحته اللي هو مين صاحب الكتابة والي يعني الكتاب عنه القديس اثناسيوس الرسولي البابا العشرون سرته دفاعه عن الايمان ضد الاريوسيين ولهوته طبعا الكتاب من تأليف الاب متى المسكين الكتاب ده مجلد ضخم جدا وهو كتاب اكاديمي ويعتبر من اهم المؤلفات اللي مكتوبة باللغة العربية اللي بتتكلم عن هذا الصراع الهم جدا الاريوسية ولهوت المسيح والكلام ده كله طبعا دي مش المرة الاخيرة اللي هنرجع لها لهذا الكتاب واكيد كل الاقتباسات هتبقى عن الثلوس ولهية المسيح ولهية الروح القدس والاريوسية وهكذا في الصفحة رقم 692 في سياق الكلام عن اوريجانوس ولاهوت اوريجانوس ولو انت ما تعرفش فوريجانوس الاسكندري يعتبر واحد من اهم الكتاب المسيحيين في القرن الثالث الميلادي والغالبية العظمى من العلماء بيعتقدوا ان افكار اوريجانوس كانت بمثابة البذور للاريوسية ولبعض الهرتقات الهمة جدا المتعلقة بنقد الثلوس المتعلقة بنقد الوهية المسيح والمتعلقة بنقد الوهية الروح القدس وطبعا معروف ان اوريجانوس لا يعد من اباء الكنيسة هل هو قديس بشكل رسمي ولا لا كل المسيحين تقريبا متفقين على ان اوريجانوس عاش حياة القداسة وانه يمكن عاش حياة القداسة بشكل اوفر لانه خاف على نفسه من الفتنة بسبب تلميذاته للحسنوات وقام باخصاء نفسه متبعا للقول المنسوب للمسيح في الاناجيل ان فيه خصيان خصوا انفسهم من اجل ملكوت السموات من استطاع ان يفعل فليفعل وهو فعل بشكل حرفي وكانت دي من ضمن الاسباب اللي الكنيسة حرمته علشانها ودايما بأكد اه اوريجانوس تم حرمه لكنه لم يتم حرمه بسبب اقواله عن لهوت الابن ولا بسبب اقواله عن لهوت الروح القدس وده بيأكد ان عقيدة اوريجانوس مهما كانت غريبة بالنسبة لاباء عصر المجامع بالنسبة للاباء اللي حطوا العقيدة في مجمع نقيا وفي مجمع القسطنطينية وفي مجمع ايفسوس الا ان هذه العقيدة واضح جدا انها كانت سائدة في زمن اوريجانوس ومحدش حرمه بسببها بل ان تقريبا كل اباء ما قبل نقيا كان عندهم مشاكل فيما يخص الصياغة عقيدة الثلوث العلاقة ما بين الاب والابن والروح القدس وان زي ما جبنا في اقتباسات اخرى كثيرة جدا ان اباء ما قبل نقيا الاباء الاوائل كانوا في الغالب متأثرين بعقيدة الساب اوريجانوس تبعية الابن للاب وتبعية الروح القدس للاب اللي هي عقيدة التدني ان الاب اعظم من الكل وان الابن ليس مساوي للااب بل هو ادنى منه وان الروح القدس ليس مساوي للااب بل هو ادنى منه هنا طلب الناساقين جايبoki كلام اوريجانوس عن الروح القدس وبيأكد ان كلامه عن الروح القدس كان فيها مشاكل كثيرة جدا فهنا بيقول ايه ده كلام متى المسكين وللأسف فانه بعد كل هذه التعبيرات عن لهوت الروح القدس وحابب علق اولا واقول ان اي عبارات من اباء الكنيسة الاوائل فيما يخص اطراء الروح القدس وتعظيم الروح القدس الاباء بيعتبروها كلام فيما يخص لهوت الروح القدس وده امر في غاية العجب وهو الحال فيما يخص الكلام عن الوهية المسيح اي نصوص فيها بيان لعظمة شأن المسيح يقول لك ده اشارة لهوت المسيح وده بيذكرني بقول الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق هذا الغلو هو سبب اللي هم وصلوله وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم هذا الاطراء المغالفي فيما يخص كلامهم عن المسيح او فيما يخص كلامهم عن الروح القدس هو قس المشاكل كلها فهنا بيقول كل من جيروم احد اهم اباء القرن الرابع والخامس وابيفانيوس ايضا يتهمان اوريجانوس بانه قال ان الروح القدس مخلوق هنا الهام الشرقة من 82 ذكرلك المرجع وبعدين بل والقديس باسيليوس ايضا احد اهم اباء القرن الرابع والخامس كاد ان يصادق هو ايضا على هذه التهمة بالنسبة اوريجانوس كلمة جينيتوس وجينوماي والكلام ده كله الكلمة دي اصلها الحدوث والنشأة الكتاب المقدس بيتكلم عن المسيح وبتستخدم معاه هذه الكلمة واباء الكنيسة لما جم يتكلموا عن المسيح استخدموا هذه الكلمة ولما جم يتكلموا عن روح القدس استخدموا هذه الكلمة احيانا كثيرة بيتم التلاعب بالكلمات اليونانية بحيث ان هو عاوز يقولك لأ الكلمة دي لما تبقى في الصيغة دي يعني استغلال لجهل عوام الناس باللغة اليونانية يقولك يبقى ده في النهاية مش معناه ان هو بيقول ان المسيح مخلوق او هو بيقول ان الروح القدس مخلوق ففي بعض العبارات اللي قالها اوريجانوس اللي استخدم فيها هذه الكلمة اليونانية اللي بتفيد معنى الحدوث وفيه اباء الكنيسة لما وجدوا هذا الكلام عند اوريجانوس زي جيروم وأبيفانيوس قالوا ان اوريجانوس كده بيقول ان الروح القدس مخلوق هنا بقى بيقول كلام مهم برده بيقول ولكن خروج اوريجانوس عن تقليد الكنيسة ولغتها الملهمة واضح جدا في شرحه لانجيل يوحن طبعا ده ادعاء في غاية الغرابة يعني لان اوريجانوس يعتبر من اوائل للناس اللي شرحوا الكتب المقدسة فكأنك انت يعني بتقارن اوريجانوس بالناس اللي شرحوا انجيل يوحن اللي هم جم بعده وتقول خروج اوريجانوس عن تقليد الكنيسة طيب انت علشان تقول خروج اوريجانوس عن تقليد الكنيسة لازم تجيب الناس اللي قابلوه مش الناس اللي بعده هم اللي يحكموا عليه وده امر في غاية العجب واشرنا اليه اكتر من مرة ان هم عندهم اثنسيوس الرسولي اللي بعد اوريجانوس وكيريلوس الاسكنداري اللي بعد اوريجانوس او حتى باسيليوس وجيروم وابيفانيوس اللي بعد اوريجانوس هم اللي بيحكموا على اوريجانوس رغم ان اوريجانوس المفروض قابل منهم فهو اللي بالنسبة لهم الاقدمية فالمفروض تحكم على المتأخر بالقديم مش على القديم بالمتأخر لكن هما النصارى بيدعوا كده ان لا اثناسيوس رغم انه متأخر الا انه هو الذي ضبط عقيدة السلف فحتى لو هو خالف كل السلف اللي قبله لا ده هو اثناسيوس اللي بيمثل عقيدة السلف وبما ان اوريجانوس بيخلفه يبقى اوريجانوس خرج عن تقليد الكنيسة ولغتها الملهمة خصوصا لما كان بيشرح انجليو حن فانا بيقول فهو يضع الروح القدس في درجة اقل من الابن يا سلام طمه لما جيه يتكلم عن الابن وضع الابن في درجة اقل من الابن والغالبية العظمى من اباء الكنيسة قبل مجمع نقيا كانوا بيتكلموا كده فاش معنى انت جاي هنا وقافش على اوريجانوس فهنا قالك هو يضع الروح القدس في درجة اقل من الابن وده بكلام واضح لا لابسة فيه لا بالنسبة للكرامة بل بالنسبة للاصل وخلي بالك برضو بالنسبة للكرامة لكن يعني اسلوب ما التلمسكين في هذا الكتاب للأسف في بعض التدليس من ضمن التدليس اللي هو بيعمله ان هو بيجيب لك بعض العبارات اليونانية وبعض المقاطع اليونانية ويحطها لك كده زي ما هي من غير ما يترجمها ويقول لك ادي اوريجانوس قال كده بالحرف بغض النظر عن مشاكل النقد النصي وهل احنا معانا اصلا النسخ الاصلية بتاع اوريجانوس علشان تقوله هو قال كده بالحرف ولا ما قالش لكن يعني انت ليه ما بتذكرش الترجمة للناس خلاص انت بتخاطب الفئة من الناس اللي هي بتعرف تقرأ يوناني وبترجمه اليوناني القديم بتاع الاباء والعهد الجديد فهنا قالك هو خلى الروح القدس اقل من الابن لا بالنسبة للكرامة بل بالنسبة للاصلي فهو يقرر ان الابن وحده هو من الاب فقط لكن الروح القدس هو من الاب بواسطة الابن وبعدين بيحط لك ما بين قسين بقى ايه هنا بداية خطأ الكاثوليك الان في قولهم ان الروح القدس منبثق من الاب والابن اللي هي الفلوكي واللي ايا كان بينطقوا دي كلمة لاتينية بتعبر عن اشكالية انبثاق الروح القدس من الاب فقط امن الاب والابن فلو انت عايز تبحث بتوسع خصوصا في كتب الكاثوليك هتلاقيهم بيشيروا الى هذه الكلمة فيه اشارة لمناقشة هذه الاشكالية فهنا قالك الابن وحده هو من الاب لكن الروح القدس هو من الاب بواسطة الابن وفيه برضو كلام كتير حتى عند الارثودوكس ايه دور الابن فيما يخص انبثاق الروح القدس من الاب قالك المهم ان هنا بداية خطأ الكاثوليك في قولهم ان الروح القدس منبثق من الاب والابن الفلوكي او الفيليوكي ايا كان النطق ده ايه مش مهمة الذي يشير مباشرة ان الروح القدس اقل من الابن والتي اخذوها عن اغسطين الذي اخذها بدوره عن اوريجانوس ده سنة دهو يعني ما عليمه هو قالك يعني دي هارتق طيب وايه كمان مشاكله خلي بالك هنا بيبتدي ايه يجيب ادلة اوريجانوس ليه خلى الروح القدس في درجة اقل من الابن وخلي بالك تدليسة انه قالك لا بالنسبة للكرامة بل بالنسبة للاصل وهنا في نقطة مهمة هو قالك انه اقل درجة من الابن ليه لان الابن واحده من الاب فقط اما الروح القدس فمن الاب بواسطة الابن فهنا عاوز يقول ايه ان وجود الروح القدس متعلق بالابن بشكل ما فده بيجعل الابن افضلية على الروح القدس بنفس المنطق برضو كلام اوريجانوس ليه بيخلي الابن اقل درجة من الاب لان وجود الابن متعلق بوجود الاب لكن ليه الاب اعظم من الكل لان وجود الاب مش متعلق بوجود الابن ولا بوجود الروح القدس ودي نقطة جوهرية جدا في نقد الثالو كويس قوي نرجع بقى للدليل اللي هو جابه وقالك كذلك عندما بدأ أوريجانوس بشرح قول إنجيل يوحنى كل شيء به كان بان تدياوتو إيجانيتو وخلي بالك من إيجانيتو دي جينو مايو المشكلة اللي أشار إليها فوق كل شيء به كان دي عن إيه في البداية كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله أو إلهية كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان قال له قال لك النص ده معناه الكلمة خلق كل شيء كل شيء به كان بان تدياوتو إيجانيتو بان تا يعني كل دياوتو بواسطته إيجانيتو صارة أصبح موجودا ركز إيجانيتو الكلمة خلق كل شيء هو ما بيقولش إن معنى النص ده غلق هو النص ده المفروض عند النصارى معناه إن الكلمة خلق كل شيء أو كل شيء مخلوق بواسطة الكلمة تساءل أوريجانوس في غفلة في غفلة يعني ما كانش مركز ما كانش داريان هو بيقول إيه ده أصد متى المسكين تساءل أوريجانوس في غفلة قائلا أليس يلزم أن يكون روح القدس أيضا بين هذه الموجودات أي الخليقة جينيتا اللي هي الأشياء التي أصبحت موجودة خلي بالك هو ليه محطش الآب من ضمنهم علشان دي أو تو دي اللي هي الكلمة ده دي أصلها دية ثلاث حروف دلتا يوتا ألفا لكن لما تنين ألفا يجوا وراء بعض فبيشيل واحدة منهم علشان التقاء متحركين تو فاول زيادة فيبقى دية أو تو دية اللي هي في الإنجليزي فيا فيا معناها إيه؟ عن طريق أو بواسطة فيبقى يعني إيه بواسطة الكلمة؟ يعني معنى كأن الكلمة أداة استخدمها الله في الخلق اللي هو الآب يبقى الآب هو الذي خلقه بواسطة الكلمة كويس؟ يبقى دي الآب والابن متعلقين بالخلقه فلما يجي يقول عن الابن كل شيء بواسطته كان يعني أصبح موجودا بل الآب خلق بالابن كل ما سواهم وبما أن الروح القدس ليس هو الإبن ليس هو الآب يبقى الروح القدس هو كمان مخلوق أليس يلزم أن يكون الروح القدس أيضا من بين هذه الموجودات أي الخليقة من بين هذه الموجودة أي التي وجدت كانت بعد أن لم تكن الحدوث وهكذا يعتبر أوريجانوس أن الروح القدس بمفهوم ما يستمد خلقته أي وجوده جانيسز بواسطة الإبن زيه زي أي حد تاني ويعود بلا جدوى شوف بقى النقطة دي في غاية الأهمية ويعود بلا جدوى يمنح الروح القدس الكرامة فوق كل الخريقة هنا هو ليه بيقول أن الكلام ده بلا جدوى رغم أن الكلام ده ممكن يعتبر بشكل أو بآخر سوء أدب من متى المسكين كأن واحد مسلم بيقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم له الكرامة فوق كل الخليقة يعني هو أفضل جميع الخلائق يكون لها واحد بقى جه وقال له النبي محمد بيعبده بيعبده على أنه إلى حقيقة مستحق العبادة فيشوف المسلم العادي ده الذي لا يعبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له كلامك عن أن النبي أفضل جميع الخلائق كلها كلام مالوش لازمة مدام أنت مخلطوش إلى حقيقي مستحق العبادة يبقى أي تكريم ليك مالوش لازمة علشان كده لما أريوس أو غيره وافق الأرتودوكس في كل أنواع التكريم التي يمكن أن تنسب للمسيح قاله والله كل الكلام ده بلا جدوى مادومت لم تقر بأهم شيء أنه إلى حقيقي مستحق العبادة النقطة دي هامة جدا جدا فقال لك ده الكلام ده بلا جدوى أنه يمنح الروح القدس الكرامة فوق كل الخليقة ولكن هيهاتا فقد أسقط أوريجانوس الروح القدس عن المساواة الكاملة في الثلوث هو الروح القدس بس الروح القدس والابن لكن هنا الكلام عن الروح القدس وهو يمعن في هذا الفكر الخاطئ بقوله وحتى وإن كان الروح القدس فوق كل الخليقة في الكرامة فهو بحسب الفكر يتحتم أن يحسب بين الخليقة لذلك فهو يعتبر أقل من الابن الذي بواسطته يستمد وجوده فهنا متى المسكين لما بيجي يتكلم عن الأريوسية وبيجيب جذور الأريوسية قال لك أوريجانوس ده قطعا ولا شك وحتما ولا ريب من الناس اللي أقوالهم أسست للبدعة الأريوسية بل إنه قال بها أو ببعض أركانها صراحة اللي من ضمنها فكرة أن الروح القدس يحسب بين الخليقة هنا شوف بيقولك إيه وهكذا لم تسع في العبقرية الفكرية هذا المفكر العملاق وهم بيسموه العلامة أوريجانوس لأنه لم يلتزم بالتقليد فين التقليد اللي قبله ده ما علينا واستخدم المنطق الذي أوقعه في الخطأ تخلي بالك النقطة دي النصارى لما بيقولوا أن الثالوث سر والتجسد سر سر بمعنى إيه إنه شيء لا يمكن للعقل البشري إنه يستوعبه أو يعقله وزي ما المسلمين بيقولوا هي من محالات العقول هي مش من محارات العقول هي من محالات العقول لإن فيها جمع ما بين نقيضين وكلام منه فالنصارى بالتالي بيقولوا أن سر الثالوث وسر التجسد دي حاجات إحنا لازم نسلم بيها زي ما هي كده نحفظها نصمها نصدقها زي ما هي كده وخلاص وبيدعوا إن كل الهراطقة اللي وقعوا في هرطقات فيما يخص التجسد ولهية المسيح أو فيما يخص الروح القدس الثالوث وقعوا في هذه الهرطقات ليستخدموا المنطق حاولوا يفهموا التجسد بشكل عقلاني ومنطقي فوقعوا في الهرطقة فهنا قالك إن أوريجانوس مهد دون أن يدري لبيدعة أريوس الذي تمادى في إنكاره الكامل للهوة الروح القدس أغلب الناس لما بنيجي نتكلم عن الأريوسية ما بتدركش لوازم الأقوال اللي قال بها أريوس وبيعتقدوا إن الخلاف فقط كان حول ألوهية الإبن لا هو كلام أريوس دمر العقيدة المسيحية كلها ألوهية الإبن ألوهية الروح القدس فكرة الصلب والفداء ومش دي قضياتنا دلوقتي هنا باب يكملوا بيقول تلاميذ أوريجانوس وامتداد الخطأ من بين تلاميذ أوريجانوس الذين تمسكوا بهذا المفهوم الخاطئ من جهة درجة الروح القدس بياريوس بياريوس الذي يتهم فوتيوس بأنه وضع الروح القدس أقل في المجد والكرامة من الأب والإبن وقد وقع في نفس الخطأ باعتماده على تعليم أوريجانوس وقد قام القديس باسيليوس باتهام ديونيسيوس بابا بابا الإسكندرية يا جماعة أحنا يعني خلي بالك الأمر ده في غاية العجب الهراطيقة دول ما كانوش ناس عاديين أوريجانوس ده ما كانش مجرد مسيحي عبقري ده كان مدير مدرسة الإسكندرية اللهوتية مدير مدرسة الإسكندرية اللهوتية أنت فاهم يعني إيه؟ طبعا الفكرة مش مجرد تقلده المنصب لكن الفكرة أيضا في القدم ومش بس في القدم مشكلة النصارى إن دي أقوال كل المعاصرين قبله وبعده في فترة آباء ما قبل نقية فالناس دي جمعت ما بين المفروض كل الصفات اللي تخليهم هم اللي يكونوا مرجعية الإيمان والعقيدة مش الناس اللي جات بعدهم فقال لك البابا ديونيسيوس الإسكنداري القديس باسيليوس قال إنه وقع بنفس الخطأ من جهة درجة الروح القدس وبعدين قال لك إيه؟ لكن العجب أن باسيليوس نفسه يفتشهد بكتابات ديونيسيوس الإسكنداري نفسه في إثبات تساوي الثالوث كما يذكره ديونيسيوس في الذكسة الذكسولوجية أي تمجيد الثالوث في ختام أقواله دائما والمجد لله الأب والابن مع روح القدس طبعا هنا بيقول حيث سون تفيد المعية في المساواة المجد لله الأب والابن مع روح القدس دي عبارة كان بيقولها ديونيسيوس الإسكنداري لو العبارة يعني إيه التناقض ده أنا مش فهم يعني هو بيقولك باسيليوس اتهمه إنه وقع في نفس الخطأ من جهة درجة روح القدس وفي نفس الوقت كان بيستشهد بكتابات ديونيسيوس على تساوي الثالوث لا ده غير حقيقي خلي بالك ودي نقطة إحنا أشارنا إليها أكتر من مرة كتابات الأباء فيما يخص صياغة الثالوث لم تكن دقيقة ولم تكن واضحة ولم يكن لديهم تصور واضح محكم عشان كده تلاقي المشاكل دي عشان كده تلاقي إنه لا ده وقع في خطأ لا ده كان بيقول بالتساوي لا لإنه التصور مش واضح عنده فأحيانا يقوله كلاما متناقضا المهم من ضمن الناس اللي تكلم عنهم متى المسكين يوسابيوس القيصري ماذا في قيصرية وتعليم أسقفها يوسابيوس المؤرخ الشهيد برضو عندي تعليق يوسابيوس ده مش راجل عادي ده أبو التاريخ الكنسي وخلي بالك برضو تناقض أو مفرقة هما ما بيسموش يوسابيوس القيصري أبو التقليد الكنسي رغم إنه يعتبر من أهم المراجع التي تتكلم عن التقليد ماهو تاريخ الكنيسة وتاريخ الأباء ده عبارة عن إين التقليد لا هما في الآخر يقولك يوسابيوس القيصري ده كان مهارتقا وكان من أنصاف الأريوسيين ووافق أوريجانوس في بعض هارتقا يا جماعة هو مين قبل مجمع نقيا اللي عقدته فيما يخص الثلوث كانت مزبوطة على الميزان كلام فاضي ده قالك يعتبر من القلاء الذين عاصروا عصر ما قبل نقيا وكان عضوا في جماعة النصف الأريوسيين وعصر ما بعد نقيا وواحد من أكثر المتحمسين لأوريجانوس ماشي قالك هنا لقد كان غير دقيق في تعبيراته اللاهوتية حتى أنه يمكن بسهولة وضعه ضمن المتقدمين في الهارتقا الأريوسية كان من أسازتهم من الكبار فكان يوسابيوس يؤمن ويعلم بأن الروح القدس هو ثالث في الكرامة والمجد وفي الدرجة أيضا أي في الجوهر فكان يصف الروح القدس بأنه يستقبل نوره من الكلمة كالقمر في فلك اللاهوت وأنه يستمد كل كيان وصفاته من الإبن طبعا في نصوص من العهد الجديد هو بيعتقد أنه بتدل على كده بذلك كان يحسبه أنه ليس إلها الروح القدس يعني يوسابيوس القيصري كان يحسب الروح القدس أنه ليس إلها ولا حتى بمستوى الإبن أي ليس غير مخلوق وكونه لا يستمد أصله من الآب كالابن فيتحتم أن يكون واحدا من الأشياء التي خلقت بواسطة الإبن وبالنص الحرفي قال لك هكذا جاب لك الكلام اليوناني من غير ما يترجمه ثم يعود يوسابيوس ويستدرك هذا الشطط لعله يعيد لروح القدس شيئا من هيباته الإنجلية فيقول طبعا نفس الكلام عن أوريجانوس أنه أنت لما تقول عنه كده فده بلا جدوى بالرغم من أنه مخلوق إلا أنه أعلى وأفضل جميع المخلوقات وهيهاته فأي كرامة لمخلوق؟ آه فيه كرامة المخلوق لكن هو عاوز أقول لك إيه يعني يا إله حقيقي مستحق العبادة يا بلاش كما يتبين من قول يوسابيوس هذا أن انبثاق الروح القدس مرتبط فقط بإرساليته أي كحدث زمن طبعا كتاب أثنسوس الرسولي ده فيه كلام كتير جدا 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 وأكيد هنرجع له أكتر من مرة تاني لكن أنا هنكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو كلام متى المسكين عن العلامة أوريجانوس مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية إنه يعتبر من الناس اللي وضعت بذرة الأريوسين بشهادة الأباء اللي جمب من بعده وكل هذه المتناقضات والإشكاليات المتعلقة بالتقليد الكنسي المسيح لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالإنساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته